موسيقى يا مساء الرضا على كل مشاهدين قناة تن وبالتحديد مشاهدين برنامج حكاية بنات لسا مبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم عن اللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل من مشاهد للقصف والدمار بالتحديد في منطقة غزة إلا أن الوضع كل يوم بيسداد سوء وصعوبة أكتر من اليوم اللي قبله بس الحين أنا حابة النهاردة أصلت الضوء على التكاتف تكاتف القوة النعمة تحديد في مصر تكاتف الفنانين سواء ممثلين أو مطربين أو مخرجين أو كتاب أو منتجين ودعمهم الكبير والكامل لأهلنا في غزة وفلسطين سواء بالكلام والتفاعل على السوشيال ميديا وكمان يعني منصتهم بالتحديد يعني على السوشيال ميديا علشان يوصلوا صوتنا أو عن طريق الدعم المادي من خلال التبرع أو النزول على أرض الواقع وكمان الوقفات والاحتجاجات اللي اشترك فيها اتحاد النقابات الفنية نقابة المهن التمثيلية بالأحرى يعني اللي لازم أتوجه بشكل خاص جدا لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وجدير بالذكر الراجل ده أنا ما بتخدش من مواقفه الدعمة دي لأنه الراجل ده أعترف كامل الاعتراف أنه ليه فضل بشكل شخصي علي وأنا الراجل ده ليه خير علي فلازم أقوله فأنا مش مخدودة خالص من اللي هو عمله في أحداث غزة لأنه ده المعروف عن دكتور أشرف زكي وعن نقابة المهن التمثيلية القرارات المهمة اللي اتخذت في الوقفة كانت معمولة بحنكة شديدة جدا ده غير طبعا ترقص دكتور أشرف وكتير من الفنانين اللي نزلوا وتضمنوا مع الناس في رفح وكمان بشكر كل فنان نزل وانضم لأي جماعية مساعدة سواء الهلال الأحمر أو بنك الطعام أو حياة كريمة وغيرهم من المؤسسات الخيرية طبعا ده موقف مش غريب يعني موقف مش غريب أبدا علينا لأن الفنانين المصريين بيكون دايما ليهم موقف فيه وبيتصدروا الصفوف الأولى طول الوقت فأي قضية عربية بيعبروا بكل جرأة عن أرأهم اسمحولي كمان أوجه شكر خاص جدا للفنانة القوية أنغام اللي خرجت مبارح وكشفت عن أن جالها تهديد بعد المشدة الكلامية اللي حصلت بينها وبين المتحدث العسكري للدولة المذكورة أنا حتى مش يعني مش حابة أقول اسمه المتحدث العسكري حقيقة كان ردها قاطع ومهزب وجميل وقالت إن دل يدل على خوفهم من المواجهة المصرية كمان مش عايز أطول أكتر من كده بس خلوني كمان عايزة كمان آخر حد عايزة أشكره عايزة أشكر رئيس تحريري المجتهد أحمد فرحاط لأنه هو لما قال لي هو عارف إن أنا بغني ومش عارف إيه وحاجات فقال لي أنا جايب لك ضيفة هتحبيها فأنا مرضتش يعني أقول له أنا عايزة فلانة قلت سيبه بس الحقيقة من فرحاط فاجئني وجاب لي صوت صوت في حاجة كده بيقولوا عليها الناس الميوزيشن يقول لك إيه الصوت ده خامة يعني إيه صوت خامة يعني صوت لو غنى وسط كرال تطلعه تقول ده صوت فلانة الفلانية صوت جميل وحساس ورقيق وأنا شخصيا من وجهة نظري التي لاقيه مثلها على الإطلاق الضيفة اللي معاي النهاردة إحنا ما شفناش من إمكانيات صوتها اللي حتى قد كيف وعرف أنه مش بخل منها ولكن حرفيا أنا معاي صوت أنا شخصيا بعتز بيه وكمان إحنا مشتركين في حاجة إحنا لاتنين قررنا إحنا نعمل ترانسفورميشن ونغير شكلنا ونعمل ضايت بس يا سبقتني اسم الله بقت أحلى ألف مرة منوراني ومشرفاني الصوت الدافي الجميل اللي يوصل للقلب كده من غير ما يخبط ولا يستأذن الجميلة أناس عز الدين عاملها النوسة أنا الحمد لله إيه التقديمة دي كل ده دي بيش تقديمة أنا لما بسمعك بحس أن أنت صوت عنده شخصية أنت وأحيانا أنا بغلب يعني يا ناس كثير أولي ما بسمعها أقولك ده بيذكر من فلان أنت لأ لأن أنت وغدة من كل حد حاجة وفرضة على الحتة الجواكي دي شخصية أناس عز الدين فأنت صوت مهم جدا ويكون موجود في الفترة دي كلميني مبدئيا عن رأيك بشكل عام في الأحداث اللي حصلة ودور الفنانين والتكاتف اللي حصل في دعم الإخوة الفلسطينية خلينا متفقين أن القضية والفلسطينية والمصرية واحدة طول عمرها لأن احنا عندنا عدو واحد وقبل ما يكون عدو الكيان أنا ما بسميهاش دولة لأنها ليست دولة هو كيان محتل لدولة اسمها فلسطين خلينا متفقين أن قبل ما يتم الاحتلال لفلسطين فإحنا في مصر عيشنا معاهم أيام صعبة كتير صحي جدا وأن في كل بيت في مصر طار ما بيننا وما بين الصهاينة مش هقول اليهود لأن اليهودية ديانة سماوية زيها زي المسيحية والإسلام ولكن هتكلم عن الفكر الصهيوني اللي كله دموية وكله عنف وزي ما احنا شايفين ما فيهوش أي نوع من أنواع الرحمة فإحنا سبق وخضنا الحرب دي وزي ما قلت وجبنا جن عنيف ومؤلم وكله فاهم قصدي يعني النكسة فيه ألم كده لسه ليه صدى لحد دلوقتي بدليل إن هو يعني مش عايزة روح في الحتة دي بس خليك عارف كويس قوي كمصري إنك معمول لك ألف حساب وبيتفكر لك ألف مرة قبل ما حد يفكر ياخد خطوة حقيقية في مهاجمتك فاللي بيحصل ده حرفيا ملوش عندي أي تفسير أكتر من إنه خوف زي كده بالظبط لما حد بلطجي يضربني وأنا مش قادراه فروح عامل إيه هزقله بالطوب أنا هتكلم كده فده متزئيل طوب خلينا منروحش للحتة دي قوي عشان أنا طول الوقت عايزة أسمعي كأناس قوليلي هتطربيني وتطربيني كل السيدة المشاهدين بيه خلينا نبدأ بأغنية يعني من أجمل ما غنت فيروز وهي أغنية ظهرة المدائم يلا بينا الله ليجلك يا مدينة يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائم يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنيسة القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإصراء يا درب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي فيروز فيروز يا مهر كلنا بنصلي وندعي لفلسطين وللقطس والغزة والأهل غزة الله يعينهم صحيح صحيح طيب في ناس يعني فنانين شطار كتير جدا 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 الفترة دي غنوا للأحداث اللي بتحصل في فلسطين كنوع من أنواع التضاوم وليلي ليه لفترة دي الأغاني دي مش وغد حقها رغم أنها بجد أغاني حالها علشان الواجع أكبر من أن هو يتأسفك مجرد كلمات أغاني إحنا ممكن نكون بنغني علشان نعبر إحنا سلحنا الوحيد صوتنا إحنا لا نملك سلاح ولا إحنا جنود لكن إحنا نملك صوتنا إحنا مش إعلاميين علشان نقدر نطلع في وسائل الإعلام نتكلم ونوصل صوتنا للعالم بس نقدر نغني نقدر بالكلام اللي إحنا بنقوله نلمس قلب حد نهون على حد نحسسهم إن إحنا متضامنين معهم قلبا وقالبا ولو في إدينا هنعمل أكتر من كده فده نوع من أنواع الدعم والتعاطف والتضامن ولكن هو أقل بكتير بكتير من اللي هم محتاجينه هو لا يذكر أصاد الثواريخ والبرود والرصاص بس يعني أنا الشيء الوحيد اللي مطميني إن النهاية السعيدة ربنا قالها في القرآن هتحصل هتحصل فإلى حد ما كل ما بشوف مشهد بيوجعني على السوشيال ميديا كل ما بقول يمكن النهاية السعيدة قربت يمكن إن شاء الله ربنا يجبر بخطرنا فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يجبر بخطرنا والأراضي ترجع لصحابها سمعيني إيه تاني مش عايزة بطل أسمعيك بمناسبة السوشيال ميديا في مقطع انتشر لسيدة مسنة عمرها أطول بكتير من عمر الكيان الصهيوني وهي بتقول زي نشيد كده قصير خلينا نقوله لأنه هو طالع بوجع من قلبها شدوا بعاتكم يا هل فلسطين شدوا بعاتكم ما ودعاتكم رحلة فلسطين ما ودعاتكم شدوا بعاتكم يا هل فلسطين شدوا بعاتكم ما ودعاتكم رحلة فلسطين ما ودعاتكم عوارك صيني لاش تب الحيبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطيني عوارك صيني لاش تب الحيبر عوارك صيني علي جرالك يا فلسطيني يا فلسطيني شدوا 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 حتى في وجعهم بيغنوا ويقولوا أنا شيد ومقبلين على الحياة وهو أكتر شعبي يستحق الحياة وإن دا اللي يدل على عدم خوف اللي هو إحنا بنموت وبتبدونا يعني فيه إبادة حرفية ما بتحصل بس إحنا مكملين وبنغني وهنموت لحد ما ناخد أرضنا فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله قريبا كل العالم بش بس الوطن العربي الحقيقة هيحتفل برجوع الحق لصحابه خاصة أن إحنا مؤخرا صوتنا بدأ يوصل للعالم كله حتى وإن كان في بعض الحكومات الداعمة ولكن في كثير من الشعوب داعمة لفلسطين لأن صوتنا وصل بشكل صح عن طريق إعلام عن طريق مثقفين عن طريق فنانين كل دا بيوصل والسوشال ميديا خلت تكون مهما حاولوا يحجبوه هو صغير وبيوصل صحيح طيب لو سألتك طبعا المشاهد اللي تقطع القلب وتخلعه كتير على السوشال ميديا وموجودة بس لو سألتك عن أكتر مشهد شفتيه ساعة وقفت شوية عنده كده وعايزاك تقوليلي المشهد دا وتفتكريه وبعد ما تفتكريه تسمعيني أغنية هم مشاهد كتير قوي فعلا بيكفي مشهد القب اللي شايل في كياس أشلاء أطفاله مهما ما ظنش فيه مشهد ممكن حد يشوفه أصعب من كده الناس بقت بتقدم أولادها اعتادوا المشهد اعتادوا المشهد لدرجة أنه هو شايل أشلاء دنام مفيش أسوأ من كده من ضمن برضو المشاهد الجزيرة بالذكر شفت أحد الأخوة الفلسطينية مات اتنين من ولاده وهو في المستشفى بيتوضى وبيصلي وناس بيقولهم ايه المشكلة يا جماعة هنشوفوا شوية عادي ايه المشكلة عيالنا ماتت نجيب عيال غيرها انا ميت لي اتنين الرجل وقف بيتوضى وبيصلي بعض اسأل نفسي يا ربي ايه قوة الإيمان دي تريس ما دفنتش ولادك وقف بتتوضى وتصلي بتقول الناس عادي مش مهم مكملين وليه رأيك في المشاهد سنة 2000 احنا كلنا شاهدنا العالم كله شاهد أحداث وفاة محمد الدرة وهو بيتحامى فحبنا أبوه خلف البرميل الأسمنتي وبعد 23 سنة يموت لطفلين اياد ونائل ولاده الاثنين التانين بعد 23 سنة من وفاة ابنه الأولاني عشان يبقى جمال الدرة أبو الشهداء الله يعني هو مات له واحد وجاب غيره واللجوم غيره كمان ماتوا صحيح وحيفضل جيل يسلم جيله كلهم مؤمنين بالقضية الفلسطينية ومش هيسيبوا أرضهم ولا حد فيهم أصلي لو سابوا أرضهم هم بيتنزلوا عن القضية وبيتنزلوا عن الأرض اللي هم كل أولادهم وأهليهم ماتوا في سابلهم تسمعيني ممكن نقول جزء من الضمير العربي يلا أصل البشر إنسان كل الرسول إخوان موسى وعيسى ومحمد بيرفضوا العدوان أصل البشر إنسان كل الرسول إخوان موسى وعيسى ومحمد بيرفضوا العدوان بيرفضوا ظلنا ويمجدوا الإنسان الله هو المحبة دينه هو السلام بيرفضوا ظلنا ويمجدوا الإنسان الله هو المحبة دينه هو السلام ماتت قلوب الناس ماتت بينن أخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب أخوة ماتت قلوب الناس ماتت بينن أخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب أخوة طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني من فضلكم استنونا شوية رجعنا لحضراتكم وليست مكملين معاكم فقرات برنامجنا برنامج حكاية بنات صوتها يا جماعة أنا إناس عز الدين أنا بجد بحبها أنا بحبك قوي يا إناس والله العظيم والواحد طول الوقت بيخاف يعبر عن اللي في قلبه لما بيجيلي ضيف بجد بحبه بخاف قوي إن أنا عدا أشكول فيها عشان ممكن دا يتفهم شوية إنه أنت مأفوارة بس أنا بجد إناس عز الدين أنا بحب صوتها كمان أنت مجهزالي أنت مجهزالي عربية أرض فلسطين اللغنية دي لها معزة خاصة جدا في قلبي كل التحية طبعا للسيدة أمال ماهر وحشتينا وعايز أبريك لك على الألبوم الأخير أحسنت يا ست البناء عربية أرض فلسطين لها كمان معزة خاصة عندي لأنها أول أغنية قف بيها على مصرح هو أخذ بيها مركز أول معاهد قومية هي الأغنية دي وشها حلوة على فكرة على الناس هو محدش يعرف يغنيها زي ما غنتها أمال ماهر ولكن إحنا بنكتهد صحيح أمال ماهر طبعا بس أنت مرضو هي استثناء الأصوات الحلوة كتير ولكن أمال ماهر استثناء أمال ماهر مدرسة مدرسة كده لوحدها على جانب وربانية حقيقة صحيح عربية يا أرض فلسطين عربية يا أرض فلسطين وتسو مهد واهد ودين عربية يا أرض فلسطين وتسو مهد واهد ودين عربية يا أرض فلسطين وتسو مهد واهد ودين انجيل قرآن وجرس ودان آآآآآآآآآآآآ أحلى بلاد الدنيا مصر أحلى بلاد الدنيا مصر وإن شاء الله إن شاء الله قريب بإذن الله نحتفل كلنا برجوع أرضنا وأرض الشعب الفلسطيني ليه آخر حاجة قولي لي إيه المفاجآت اللي بتجاهزها لنا الفترة الجاية أنس هو بالنسبة لي أن أنا بقالي فترة كنت اتعرض علي أكتر من حاجة في التمثيل وأنا كنت دايما مترددة في النقطة دي لأنني مش عارفة إذا كنت موهوبة ولا لأ فقررت أن أنا أكتشف ده بأن أنا أدخل ورشة مع المخرج الكبير والمسرحي أستاذ عاد الحسان والحمد لله خط التجربة في الورشة يعني قداني دافع كويس قوي الفترة اللي جاية بحيث أن أنا نفسي أعمل مصرح كمان استعراضي استعراضي غنائي بس حفلاتك كمان يا ناس أنت حتت الحفلات دي تي حتتك ملعبك الحمد لله أنا عندي حفلة يوم 2 نوفمبر على المصرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وبعدها عندي حفلة وهبيات على مصرح معهد الموسيقى العربية فالحمد لله أنا يمكن دار الأوبرا بغني فيها الحاجات اللي أنا بحبها أكتر من أي مكان تاني اللي هو التراث بتاعنا التراث المصري الأصيل ده يعني أحلى ختام في الدنيا بالأخبار الحلوة دي ده معنا نحن الفترة الجاية هنسمع صوت إنواني سعد الدين مرة في الأوبرا ومرة في معهد الموسيقى العربية ناس شرفتيني ونورتيني خطوة عزيزة وإن شاء الله بإذن الله يوما ما هزيع خبر إن فلسطين رجعت لصحابها ده أقول لحضراتكم دلوقتي بمنتهى الأريحية سلام عليكم ورجعنا لحضراتكم تفرهضنا ولعبنا زمبا ورقصنا ولعبنا وعملنا كل الكلام ده فكرة دي بقى مشاكل الشعر والبشرة كتير جدا ويمكن ما بتخلصش وكل بنت فينا بتبقى عايزة تعرف إزاي تحافظ على بشرتها وتحميها سواء من حب الشباب تساقط الشعر التجعيد طيب لو حصل وجاني أي حبوب في البشرة لأي سبب من الأسباب إزاي أقدر أعالجها علشان يكون عندي بشرة شكلها نظر وشكلها حلوة كده زي ما بيقولوا يعني بشرتي زي الأطفال ملمس بشرة الأطفال تعالوا نعرف إجابات لكل الأسئلة دي مع الدكتورة نجلاء سرحان وكمان هي المدير لشركة أورجانيكا جروب يا مسائل عصر يا مسائل كلها وحشتيني حبيبتي انت كمان انت الشغل وانت كل ما تنجحي مبروك على البرنامي وتنتشري وكده تغيبي عني لا يا حبيبتي ما قدرش رجعتيني رجعتيني جيتيني عامل يا دكتور الحمد لله حبيبتي الله يبرك فيك يا رب وأنا بتفائل دايما بيكي وأحب أن انت طول الوقت تكوني موجودة معي مش أنا بحب دكتور نجلاء بس علشان انت بتشتغلي في تخصص رجالة وستات وأطفال اللي بيعاني من تساقط واللي بيعاني إن شعر مجعد واللي مش عارف بيعاني من حمل فشعر وقع واللي خست وكتكتخينة مثلا أو كده وخست وعانت من تساقط شعر عايز أبدأ معاكي إنه ماذا لو أنا شخص عندي مشاكل جامدة جدا في شعري شعري مجعد أو بما أننا في المدارس دلوقتي الأمهات يعاني فصل الشتاء مدارس وفصل الشتاء فصل الشتاء والأمهات دلوقتي بما أننا في مدارس إيديها يعاني بتتقطع وتتخدر الصبح ويها بتسلك شعر البنطة هو مش بس كده ونفسية الأطفال كمان بتبقى متضمرة هناك بقى في المدرسة والتنمر اللي بيحصل ولا أنا عايزة شعري زي صاحبتي ولا أنا عايزة شعري كذا ويفضل الموضوع ده مؤثر على نفسيتها فالنفسية تأثر على المذاكرة وتأثر على ماما وتأثر على الأكل والمذاكرة تتلاكك أنت عارفة أعفى يا لو هرشت كده المذاكرة بتتأثر صح أكيد فطبعا أنا عايزة أقولك أن من أكتر المشاكل اللي موجودة هي الشعر المجعد وتساقط الشعر والبشرة اللي فيها مشاكل دول أكتر ثلاث حاجات ممكن يأثروا على نفسية الست والراجل على فكرة مش الست بس الست والراجل وخصوصا بقى الشعر المجعد الشعر المجعد ده لقيته مشكلة كبيرة جدا جدا يعني أن الست وشعرها يبقى مجعد أو أنه هو سيبك من أنه يبقى كيرلي هلسي أو صحي لا ده هو مجعد خشن جيناتك أو أنه هو أنا عملت فيه حاجات كتير لحد ما خليت الشعرية عندي جفة ونشفة من جوة وبتتأصف بسرعة وبتبقى هشة فطبعا إحنا المفروض أنه إحنا نبدأ نشتغل على ده بدأنا نقول طيب في أورجانيكا بدأنا نقول طيب الشعر النعم فيه إيه؟ إيه التركيبة بتاعت الشعر النعم؟ اللي بيخلي الشعرية نعم أنه هو فيه كيراتين بنسبة 95% طب ما إحنا نحط كيراتين طب نحط بروتين نحط كولاجين علشان يعمل فيبر للشعرية فبدأنا نعوض الشعر جاف وهيش ومجعد بالحاجات المفقودة أنه يبقى نعم فبدأنا نخلي الشعرية نعم نحول يتملمس الشعرية من الشعر المجعد الهيش والخشن إلى الشعر الناعم إنتي مش بتعملي بديل كيميائي يا عادل إنتي بتجيب المادة لربنا خليقها في شعرنا بالضبط تحطيها في الشعر بالضبط جيل اللي نبدأ نحطها في الشعر علشان تبدأ الشعرية تبقى نعمة ويحصل لها كمان نحط كولاجين عشان يحصل فيها فيبر الشعرية فتبقى سمك الشعرية تقيم الشعرية تبقى متماسكة عندك وشكلها حلو وفيها لامعة كمان فبنبدأ نحط بروتين نحط كراتين كولاجين أحمد أمينية زيود طبعية وزيود طبعية مغزية جدا للشعر زيود تشية فيتامينز كل دول بيبدأوا يغز الشعرية ويحملك الشعرية جدا ويخلي الشعرية نعمة وقوية يمكن فيه فيديوز أصلا موجودة معنا بفورند أفتر كتير عشان نشوفها أعايز أقولك كمان يمكن الميزة عندنا في أورجانيكا اللي مش موجودة في أي شركة تانية حتى لو برا مصر كمان أن أولا المكونات كلها مستوردة مش محلية المورد كلها مستوردة ولكن التركيبة مصرية المنتج مرخص من مزارة الصحة المصرية وده مهم جدا حصل عشان تلقايز وهو مرخص بالغرض بتاعه بمعنى أنه هو الفرد الشعر هو فرد شعر وليس بلسم وتقولي فرد شعر هو فرد شعر تمام فطبعا إحنا عندنا الميزة بقى اللي مش موجودة في أي شركة تانية وإحنا عندنا مجموعة الأفتر كير ليه أي ست بتفرد شعرها برا بتبقى محتارة عشان فيستخدم إيه لشعري يقول لها استخدمي شامبوهات ببيت غلط بتنزل البروتين هي لازم تستخدم شامبوهات أحتر كير بالضبط فإحنا حطينا المجموعة كاملة بقى يعني البروتين وفيها الشامبو نفس مكونات البروتين وفيها الهير ماسك يعملك ترميم على البارد وفيه سيرم كمان يحفظ لك على الشعرية وبيعمل ميكس ما بين الزيوت الطبي وما بين السيليكون الطبي والفيتام أنا وإنتي بتتكلمي كده عيني راحت كده على الشاشة الشعر اللي احنا شايفينه قدامنا ده جماعة من ثلاث ثواني أنا كنت شايفة شعر يعني مهلك ومتهالك بس الشعرية عاملة زي يعني ده قبل وبعد صح كده ده قبل بقى بس الشعرية عاملة زي الشعرية مجعدة وهيشة وبعدين الشعرية كتيرة يعني ما شاء الله هي أصلا خلي بالك إن الشعر ده إهماله صعب فيفقده لكن هو لو ناعم كده ما شاء الله بعد اللمعة اللمعة رهيبة وعايز أقولك ده سشوار هوا بارد من بعيد وليس فير يعني هو بيتغسل والعملة بتستلمه كده من غير مكوة يعني ده سشوار بس ما عملش بيبغيس كمان لا مش سشوار كمان فرشة ده بالنشف من بعيد سشوار هوا بارد من بعيد بسي بقى الشعرية هنا الشعرية بقى خشنة هنا بصين الشعرية كل أنواع الشعر هتلاقيه موجود عندنا من أول الشعر اللي بدأ يدخل في خشابي لحد الشعر الضعيف جدا الخشابي ده يعني أنت جاتلك حالة اللي هو الشعر الشعر كله قافش في بعض الشعر كله متشابك جدا وبدلنا الحمد لله نسلكه ونعمله بسي الشعر بقى بعد الشعرية بقى تعاملة زي ما شاء الله استطار الحرير معنا صحية اللي قيلة التعبير ده البنود ده أنا شعري بعض النفسية بتتحول 180 درجة 180 عايزة أقولك النفسية في كل حاجة في التعامل مع الناس يعني أنا كان عندي حالة بتقولي إنها عندها تنمر رهيب ومش عارفة تخرج وهي متضايقة ودايما طول الوقت في البيت أو برة هيحطة الإشاربة على شعرها أوكي فده بقى بسي الشعر تقيل إزاي الشعر تقيل جدا يا معنا الحالة الأولى كنت حس إن الشعرات تقيل بس لما بيتعالج بسي بقى التشابك بسي بقى التشابك لأنا عايزة أقولك حجمه بيبان وطوله بيبان ولونه بيبان بسي التشابك الشعرية عايشة الهيشان اللي فيها عامل جفاف فالجفاف عامل تشابك في الشعر يعني ده مش تقل بسي بقى مش شعرية بسي الشعرية بقى تحفة الشعرية بتلمع ونعمة جدا وطبيعية أهم حاجة جماعة النعومة مش الفيك جماعة اللامعة اللي أنا شايفها دي ركزوا معايا كده بتطلع في الإعلانات بتاعت الشامبوهوت والسبغات بنوعد نقول لا دي إضاءة دي مش حالف إيه اللامعة دي ممكن تتعمل بشعر طبيعي ده عادي شعر طبيعي هوات مش حاطين الإضاءات اللي بتتحط في الإعلانات لا إحنا عملنا للشغل بتاعنا وعملناه كويس جدا بتكنيك كويس لأنه مهم جدا يا أسوز أنا ده حاجة أنه أنا أبدأ أستخدم المنتج الصح المرخص موزارة الصحة ثانيا المتخصص بقى اللي بيعملي شعر أو المتخصصة لازم تبقى فهمة طبيعة الشعر اللي قدامها تشتغل على درجة إيه مهم ينفعش أي درجة أحرق الشعر لأ المفروض الطبيعي إن أنا أركز إن أنا أعمل شعر إزاي والسيستم بتاعه إزاي والتكنيك بقى التكنيك إن أنا أعمل الشعر اشرحي لي يعني إيه ترميم على البارد وترميم على السخن عشان أنا مش فهم بس إلا بدأ يجي لنا حالات إحنا من كتر الحمد لله الحالات اللي موجودة عندنا في المركز بدأ يجي لنا حالات إحنا في أورجانيكا من سكوتش على فكرة خالص فبيبدأ يجي لنا حالات بدأ شعرهم ضعيف جدا واللي عامل حنة أنا بقولي البروتين ما بينفعش للناس اللي عامل حنة في شعرها الحنة بتعمل عازل بتعمل كفر على الشعرية فما بيتمش اختراق الطبقات الداخلية للشعر علشان أقدر أرممها من جوه فبدأنا نقول طيب إحنا عايزين نعمل إيه نعمل ترميم الترميم ده مش بروتين خالص الترميم ده بيعالج الشعر وبيشتغل على الشعرية الضعيفة الهشة جدا الخفيفة المعالجة قبل كده بمعالجات كيميائية أو بالفيلر والبوتوكس اللي هما بيتكلموا عنه وما فيش حاجة بالمناسبة اسمها فيلر ولا بوتوكس للشعر خالص وعلى دمانتي كله إكوى البروتين وما فيش حاجة اسمها كده خالص فالمفروض أن احنا الترميم نفسه بيرمم الشعرية نفسها الضعيفة الهالكانة الهيشة اللي تم سبغاها أكتر من مرة كتير أو تم سحب لون فيه ناس تيجي تلاقيها كمان عاملالك لون أحمر فدي اضطرت أنها تسحب لون جامد أب لو أصلا الشعر انتي مستلمها ميتة مجهدة فانتي بتسمي عليها اللي هو بسم الله الرحيم أنا خاف أجازف بالضبط فاحنا بنشوف الشعر احنا حالات كتير بنرفضها على فكرة ومش بنرفضها نقول لها لأ لأ ما فيش حاجة اسمها لأ فيه أمل اللي هو ايه نعالج فبنبدأ ندي روتين علاج للشعر وتبدأ ترجع لنا خلال شهر اتنين بس دي أمانة نبدأ نشوف الشعر طبعا نوضح ان دي أمانة دكتور بجد لأنه أماكن كتير بدون ذكر أسماء ممكن تروح لها تقول لها والله أنا عايزة أعمل كذا تقول لك الله بينا حبيبتي نعمل كذا ايه صح انتم ما بتمروش كذا لا 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 احنا شعور كتير بوسي الشعر ده مثلا الشعر ده أعمل حاجة اسمها كورموس تقريبا فأعرف أنت الألوان اللي هي زي كريزي كولر والحاجات اللي هي طالعة كديدة دي فبتبدأ ان احنا بدأنا ان احنا نعمل لها بوسي ده الترميم الترميم ماشاء الله طحفة هتحس ان هو زي وزي الفرد هو لأ مش زي الفرد بس هو بيتعامل مع الشعرية الضعيفة المسبوغة سبغات معينة او ان هي معمول يعني دي معمولة صح بلون بوسي الشعر كان لونه ايه هي الست دي على فكرة نفسيتها كانت تعبنة جدا ونفسها تصبغ مش عايفة تعمل ايه ولا تطلع من اللون ده ازاي ولكن بالتحويل ان هي عملت الترميم اتحول للون ده وده اكبر دليل ان البروتين ولا الترميم فيه فورمالين لان الشعرية ما بتقرناش ما بتديكيش اللون الأورنج ده بالعكس بتتحول معايك اللون بلوند شوية فبيغير لون الشعر بيخلي الشعرية لونها حلو بوسي البنوتة دي شعرها ما تغيرش على فكرة لون شعرها ما تغيرش من سن قد ايه بقى على سنة الأطفال اقدر من سنة ست سنين دي بنوتة صغلونة تقريبا سبعة تمان سنين وطبعا ده ترميم وعايز اقولك الترميم حلو جدا للأطفال الصغيرة في السن ده احنا بنعالج الشعر بيه بوسي هنا برضو دي بنوتة برضو صغيرة وده ترميم ترميم أورجانيكا احنا دايما بنشتغل زي ما قلتلك على المشكلة بوسي ما شاء الله الشعرية شانا بتبضل نعمة ولا معايش تساقط الحمد لله بيحصل الحاجاتي بتفرح الحال قوي والله جدا انا عايز اقولك التوق انا كان داخل معي احدا من الداخلات قلتلي انا بقيت اتقنق مع بنتي عتوك 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 بقيت عمل بيها حالي طيب عايز اعرف فيما يخص تساقط الشعر ايا كان السبب يعني اللي كانت حامل طبيعي بيتساقط شعرها بعد الولادة كمان مع الرضاعة اللي كانت مليانة وخست بيحصل تساقط بعض الحالات من الرجال والصالع الوراسي والحاجات دي سوء التغذية مشكلة تساقط الشبح اللي بيعاني منه كل الناس وفيه شبح تاني بقى القشرة لانه سبب رئيسي من الاسباب اللي احنا قلنا عليها دي ده احنا دخلين على انخفاض درجات الحرارة وطبعا ده بيقدي الجفاف بشرة وشعر طبعا فروة الراس بشرة فهتجف هيبدأ يحصل قشور وخصوصا الناس اللي عندها قابلية لده او عندها تاريخ بان هي عندها قريدي اشرف شعرها او فروة راسها دهنية فهيبدأ يحصل ده فيه انواع الاشرة بتبقى الاشرة اللي هي اللي بتبقى سميكة دهنية او بيضة وفيه اللي هي عاملة زي الردة فطبعا احنا بدأنا نقول في ارجانيكا طيب احنا عايزين يا جماعة نعمل مجموعة للاشرة مش مجرد شامبو هدهولك ولا مجرد دروب او نقط يعني هنديها انها هتعالج لأ احنا عايزين حاجة تكافح وتبدأ تأشري انتي بتلاقي بعض لقيت بعض الفيديوهات اللي موجودة بيجيبه وانتي عارفة لمشاطة الداياع قوي تقولك اه يا لا ننزل بيها الشعر طبعا ده بيهلك الشعرية اولا بيعمل حكة جديدة قوي فروة راس فممكن يقدي للتهابات اكتر فيقدي لان البصائلة تتلف فلا انا محتاجة اقشر ده تأشير خفيف فقشره ازاي حاطين سليساليكولاكتج جليكوليك وحاطين مواد بتقشر وتعيني على التأشير الخفيف لفروة الراس وحاطين فيتامز كمان وحاطين تي تري قويل وحاطين معاقمات كتيرة جدا موجودة في الشامبو وموجودة في الداندي كنترول وعندي الهاي كلير اللي هو اللوشن فاللوشن ده بيترجي كويس وبيقدر يكافح للاشرة بقى احنا بنعمل ايه بنموت البكتيريا او بنقضي على البكتيريا المسببة او الفطريات المسببة للاشرة فبالتالي انا بحط اللوشن كل يوم صبح وبالليل وابدأ ان انا برضو الشامبو بحطه برضو بخسل شعري من مرتين لتلاتة في الاسبوع وبعد كده بابدأ ان انا استخدمه بحس بالنتيجة امتا بقى بحس بالنتيجة بعد حوالي اول 15 يوم فروة راسي بدأت تفوق انا حاسة انها بتتنفس بتحسي الاحساس ده كأنك بزبط واكلة نعناع تحسي مفروط الراس بتتنفس بعد كده المفروض ان فيه ناس تقولك او ده انا 15 يوم ودأت تروح لا انا محتاجة اقضي عليها كلها فمش اقل من 3 شهور ل 6 شهور كورس كامل علشان ابدأ اقضي على الاشرة عشان كمان دورة نموش بزبط وبالتالي الناس اللي عندها اشرة ما اقدرش اديها مجموعة انبات احنا برضو عندنا مصدقائف دي لازم اعالج الاشرة الاول انت دلوقتي حتى عازل مهما نحط على الاشرة هتخترك البصيلة وتوصل البصيلة انت حتى عازل على الشعر حل هيحصل ده حل هيتم امتصاص فروط الراس لاي مواد تتحط عليها لا فلاصح مال طبعا انت فيه اشرة لا طبعا احنا بديدأ نعالج الاشرة وننضى فروط الراس كويس ونبدأ ندخل بقى نعالج الشعر الناس اللي شعرها ما بيتولش الناس اللي عندها فراغات في الشعر الناس اللي عندها سعلابة الرجالة كمان بدأوا يدخلوا معانا في حتة الدقن الفاضية اللي بيحصل فيها فراغات لعيم ربي دقنه بس فيه فراغات في الدقن فبدأنا نقول طيب احنا هنشتغل على مجموعة انا بعشق مجموعة الحاجات اللي هي المجموعة المجموعة دي بتخلص تتة او الراجل ما يحتاجش الحاجة برا يعني انا هديكي مواد كلها بتكمل بعض بحيث انها تديكي النتيجة الفعلية والنتيجة اللي انت مستنية بمعنى صح ان انا دلوقتي بندي لوشن اللوشن ده بديل اي مواد كيميائية مواد مدروسة علميا ومصرح بيها وموجودة على مواقع كتير جدا طبية وهي كمان وزارة الصحة موافقة عليها ان الكافاين جدا مصرح من جدا من نمو الشعر يعني الكافاين بياخد المياه والاكسجين من الدم يوصلهم البصيلة فالبصيلة تغذي الساق فيحصل ايه عملية الانبات طب الجنسينج نفس بقصة يعني ده من قولك ايه نروحك بيشوف اعلانات برضو عالسوشال ميديا قولك بصي بقى الكريم ده هيعمل هيعالج وهيطول وهيكسف الشعر وهيحمي التساقط وهيغزي وهيغزي وهيطري ده 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 سحر ده بس انا حبيت فيكي فكرة انت بلوقتي انت كريمي قلتي قلتي مجموعة اه لان انت لو عندك مثلا مشكلة شعر مجعد فاذا المشكلة دي علاجها كذا حاج انا عايزة ادي رطوبة للشعراي انا عايزة احافظ من الشعرية مزتقصفش فهي ميدياكي او منتج لكل حاجة فحبيت اول فكرة دي صح رجعيني لموضوع الجفاف البشرة لان احنا داخلين على ايام فاكرين يا جماعة شتا اللي فات ومؤخرا كمان هاداخلين على ايام دي الواحد بيقوم الصبحة دكتور وشه تحسي تعملي ري اكشن وشك ما بتحركش كتر الجفاف وشك تحسي نور اشدود جدا من كتر ما فيه جفافة جفاف للوش احنا عملنا ايه الجفاف البشرة بسي احنا عملنا حاجة كتير بس انا كنت عايزة اقولك حاجة قبل جفاف البشرة فضال في موضوع التساقط لان احنا عندنا صور وعايزة عرضها عايزة وليك يقدي ايه احنا وصلنا للنتيجة دي بسي بقى ده حد بسي الشعر ما شاء الله يعني هو بدأ يصور نفسه من دي وان يعني هو بدأ يحط صورة بتاعته ساعة الاستخدام بسبعتاشر يوم بعد شوية بعد بعد لحد ما وصل للنتيجة النهائية اللي انت شايفها دي ده بس استخدام يعني الراجل ده منتظم يعني يا جماعة الانتظام مهم يعني العلاج افكتف او فعال ولكن الانتظام مهم ده نص العلاج ان انا انتظم ان انا حط الجرعات بتاعتي في وقت واحد بسي الشعر هنا بسي الفراغات عاملة ازاي وبعد كده الفراغات بقت عاملة ازاي الشعرية اولا لونها اتغير لان احنا عندنا مضادات اكسادة على فكرة في المنتج قوية جدا واحنا حطين كمان عشبة السوبة الميتو اللي بتكافح عندي هرمون الصلع الوراسي ودي عشبة بديلة للمينوكسديل دي عشبة طبيعي بديل المينوكسديل المينوكسديل ده كامي كالو بيأثر على الضغط احنا حطين مواد طبيعية بس دي سيدة بسي بقى قبل وبعد المراحل كلها دي سيدة وعندها صلع وراسي فبدأنا نديها الكورس وبدأنا انتبع على فكرة احنا عندنا كمان ميزة كويسة وان احنا عندنا متابعة الحمد لله بنتابع كويسة اوي مع العملة حتى الحمد لله الاراء كلها موجودة والناس عاملة زي بسي بقى بفرند افتر ده شاب برضو عنده بداية برضو صلع وراسي فبدأ يمشي على المجموعة كويس بانتظام غسلنا الشعر مرتين لتلاتة في الاسبوع نحط اللوشن صبحه بالليل وفيه حمام زيت بيتعامل فدي المجموعة مكوناة من تلاتانة انا دايما بسميها الكرسي السلاسي لعلقة ساقط الشعر فبقدر ان انا اوصل للنتيجة دي بسي بقى لدقنا اللي كنت اتكلم عليها ده بيربي ده انه مهما يربي فيه فراغات فيها ومش قادر يا ربي ده انه بطريقة زي ما هو عايز فبدأنا ندي له التكنيك اللوشن الانبات يا جماعة بيعمل كده بنبدأ ندي تكنيك معين ده بعد كيف ساشن تقريبا؟ مش ساشن ده ده هو المفروض ان هو بيستخدم مثلا انا ابدأ احس بتحسن في ابتداء من اول شهر لحد ثلاث شهور انبات الشعر او الشعرية نفسها ربنا خلقها نموها او الدورة بتاعت الشعرية نمو الشعرية ثلاث شهور فانا ما ينفعش ان انا اخد حاجة دلوقتي حان هتنبت عشان الناس بس تفهم لان ما فيش اي حد في الدنيا اللي اخودي دي اللي انا بشوف اعلانك كتير وكل بناء ده بحالة خاصة برضو كل واحد واستقباله برضو المواد ممكن ده يبقى في خلال شهرين ممكن يبقى في خلال ثلاثة ممكن خلال شهر ممكن خلال ست شهور حسب استقباله بس الحمد لله النتائج كلها ما شاء الله كويسة جدا طيب عايز ارجع تاني لفكرة روتين الشعر يعني انا دلوقتي شعري فيه مشكلة احنا عملنا حاجة تانية عملنا حاجة داخلية يعني الرو بودر هنا عندنا اه الرو بودر في ناس بتبقى عندها سوق تغذية فبدأنا نعمل الرو بودر لانه مكمل غذائي صحي لكل الجسم ولكل خلايا الجسم والبشرة والشعر والضوافر لكل يعني انا لو يعني انا مثلا مثلا لو جسمي مطلوب منه يدي حصة غذائية تماء للضوافر للشعر للبشرة وانا مش قادرة ااكل مكممة مليش نفس اه مش قادرة ااكل دلوقتي هزهيقت من الاخل الصحي والبروكلي وشرب القلبان وبتاع ده كفيني يدي جسمي لحصة الغذائية اليومية المطلوبة بالزبط ده هيبدأ ان هو مكمل غذائي معيك بتخديه بعد الغداء تخديم علاقة كبيرة على ربع كباية مياه او ربع كباية لبن وتقلبهم وتشربهم والاطفال بتحبوا قوي على فكرة تدعمل ثلاث سنين يقدر تستخدموا الاطفال يعني العيلة تستخدموا التجعيد التجعيد والبشرة الشابح يروضنا وفعلا احنا داخلين كمان طالعين من الصيف هالك البشرة من الشمس داخلين على فصل بيسبب جفاف لقلة شرب الميا مش هنشرب ميا طبعا واجعلنا من الماء كل شيء حي اذا كان شعر او بشرة فطبعا الناس بتقل جدا عشان السقع اللي حصلة شرب الميا طبعا الجفاف اللي بيحصل في الجسم طبعا ده بيقدي الى ان البشرة يحصل لها جفاف شديد وقشور وتشققات تلاقي بقى الشفايف بتشقق المناطق اللي حوالين الفم تبدأ يزهر فيها خطوط حوالين العين تيجي تتحاكي تلاقي في بعض الخطوط اللي موجودة او في الجبهة فبدأنا نقول طيب احنا عايزين كل الحاجات التريند ده بقى اللي موجودة كان دراسة علمية فعلا يعني احنا بدأنا نقول طيب احنا طالع الهيلورونيك أسد وطالع الكولاجون وفي فيتامينز اللي هما مضادات الاكسادة المهمة والفايتامين اي وبي وسي وي دول احسن اربع فيتامينز للبشرة لان الاي عندك ريتينول والبي المفروض ان هو بيغزي البشرة مغزي جدا وعندك كمان ال C فيتامينز وعندك ال E ده مضاد اكسادة قوي جدا تعرفي يا جمال حاجات ليه بتقولها دي لما الواحد بيروح يسأل عليها كده في الصيدلية كل حاجة لوحدها ايما يا كل حاجة بصر وش هقولكم عشان عيه بروح دي كيف الحاجات دي والله بس يعني استقالي ارفع حسن معك تنفكر على الصيدلية والها معاليش فيتامين A او بش عرفة فيتامين سي بتاع البشرة ولا خدي فكرة عشان تعرفي احنا بننصحك بايه اصلا لا والهيلورونيك اسد والكولاجين كمان والإلاستين اصلا يعني احنا بنحط كل حاجة شغالة في الطبقة التانية من الجل يعني الطبقة دي المسؤولة عن شد البشرة فبدأنا ان احنا نحط كل المنتجات دي في برودكت واحد او في منتج واحد اللي هو الإيباميند طب انا عايزة شوف الصورة اللي كانت قدامنا تاني لان انا برضو شايف حالة ما شاء الله كنتم يعني السبب بالضبط دي تحسنت وبعتت لنا الصورة بتاعتها عايزة اقولك حتى بوسي ملمس البشرة حتى البشرة فتحت يعني حصل للبشرة كمان ان البشرة علشان بدأت شد والجفاف بدأت يروح بدأت كمان يحصل لها ان البشرة فتحت البشرة نفسها المسام هتلاقي المسام عندك بدأت تقل جدا طبعا التجاعد عايزة اقولي يا جماعة ده مستحر مش النهاردة هتحطيه بكرة الصبح هتبقي كده ده محتاج زي ما اخدنا فترة طويلة في ان احنا بشرتنا تحصل فيها كده احنا هنحتاج فترة من الوقت لان برضو تجديد البشرة كل 45 يوم والتغذية بقى وندخل في مرحلة ان البشرة خاصة مش محتاجة حاجة تبدأ البشرة عندي الخطوط ودايما انا بقول ان هو يمكن متعدد لاستخدامات شوية انا بستخدمه حوالين المنطقة دي وفي الجابها اما حوالين العين احنا عملنا أي كنتور علشان خطوط الرفايع اللي موجودة لان اعايزة اقولك كمان ان تحت العين ارأ جلد موجود في الوش فطبعا التعامل معا بيبقى بحرص جدا لان تحت العين مهم العين هي الصحة وهي اللي بتبين صحتك كويسة هي اللي بتبينك نايمة ومرهقة تعبانة فيك ايه بتبين من العيون صحيح يقولك انسي شكلك ايه مالك تحت عينك شكله ايه فطبعا الحاجات دي كلها بتبين بتاعك اسم راية فطبعا احنا بدأنا نقول طيب برضو بدأنا نركز على الاي كون تور ان احنا جماعة الناس اللي عندها هالات سودة ممكن يكون فيه كسل في الشعيرات الدماء اللي موجودة تحت العين طيب احنا نعمل ايه عايزين ننشط بقى الكسل الموجود ده فحطينا كل المكونات اللي تساعدني خلاصة اللي بانتذكر هيلة جدا 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 بس يا جماعة يعني انا ليه تحفظ على الناس اللي بتعمل الوصفات فان انا يعني انا مش ضده بس انا في الحاجات اللي بتتعامل بقى والاستخلاص نفسه انت الحاجات دي بيجي بيها مستخلاصة طبية يعني الاستخلاص الطبي ده في مصانع بطريقة معينة بشكل معين علشان كده تقدري يبقى الاكسبير بتاعك اكتر ايوه مش حاجة هتحطيها وممكن تخزينيها غلط فتضر بشرتك هتلاقي البشرة تضرت انت عارفة ان فيه ناس بتلجأ للحاجات دي وتقول ايه دي وصفة طبيعية لو ما نفعتنيش مش هتضرين لأ حي ممكن تضر فيه ناس بشرتها جاينا محببة جدا وعندها حبوب بسببها ومسايا موسعة والحاجات دي كلها بسبب انها استخدمت حاجات غلط واستخدمت كمان ديرمرول لوحدها وما هيش فاهمة فيه ناس مثلا عن موضوع الحبوب ايا كان الحبوب سببها ايه اذا كانت بسبب الحبوب طبيعية اللي تطلع فيه الهرمونات او حب الشباب او الدورة الشبابية او بسبب الميكاب او حاجة مرضية او عدوى او عدوى بالزبط شركة اورجانيكا المستحضرات التجميل الكوزماتيكس توصلت لايه عملنا حاجة الترجط بتاعها بس الحبوب بس هي للحبوب فاحنا بدأنا نشتغل عليها انها تبدأ تنشف لك الحباية وتبدأ تطلع الباصل فيها او الصديد اللي موجود فيها يعني حتى لو هي الحباية ملتهبة وفيها صديد والحباية دي لونها احمر شديد اللي هو الالتهاب الشديد طبعا بدأنا ان احنا ننشف الحباية دي كويس عشان كده اللي هو جلونيكس وبدأنا نجيب معاي غسول ايبا مند سوري ايبا فيد الايبا فيد ده غسول للبشرة بخسل بشي مرتين في اليوم وطبعا في بعض التعليمات اللي المفروض ان انا يعني امشي عليها علشان ما حصليش اي انفكشن للبشرة ايه هي التعليمات دي اولا ما ننشفش بفوطة بمندين والمندين اللي هننشف هنا ما ننشفش به هنا عشان ما يعملش عدوى عندي طمام؟ ده لازم يلا ودهنا بعجل عليم في موضوع طبعا منهجان انا باخد بفوطة بصي اه اخد بفوطة اقوم مسحة هاخد من هنا اخدتانا اللي اعطاها الكلام الفوطة في وشي لا طبعا ما ينفعش لا طبعا ما بصي مسي الحالة دي بصي الحالة دي كان عندها اكني والاكني كمان عامل التعبات شديدة زي ما انت شايفة وكمان في حفر احنا عالجنا بتلات حاجات شفتي الحفر عاملة زي ايوه ايوه عالجنا بتلات حاجات بدأنا نعالج بخلايا جزائية واشتغلنا ديرما بين على البشرة وبدأنا نعالج بجلونكس والغسول بس معالجناش بحاجة تانية ودي كانت من two session على فكرة والله اه اتنين ساشا بس وليسا مكملة معينا والنتيجة هوريها لكم كمان الفاينل خالص البشرة ما شاء الله ريئة جدا جدا ونفعش اي حاجة والحفر كمان اللي هي الاكنيس كار بدأت تروح خالص اكيد المشاكل اللي تكلمنا فيها زي كانت شعر مجعد او مشاكل تجعيد او مشاكل الجفاف بشرة او مشاكل تساقط او مشاكل اشرف الشعر مستحيل لكون فيه بنوتة او حتى الراجل بتفرج عينها مش بيعاني من واحدة او قد يكون اتنين من المشاكل دي هل انا لو قررت ان انا التزم معيك هتعمل ليلي اوفر وليلي مهونتي بصي اصدقى برنامجي جديد ايه فيعني ايه شوف انتي وزوء ايه بقى انا هعملك اوفر حلو او خمسين في المية خاصم على كل منتجات اورجانيا ده انتي بتضحي اه على فكرة يا جمه انا انا دراحمي اهعمل له خطير انا كنت بجري وراها في برنامجي اللي قبل كده ما كنتش بتوصل لخمسين في المية جماعة خمسين في المية شكلها بتضحي واعتقد احنا محتاجين نمسك عليها سكريم فيديو بالوقتي الخاصم واصل لخمسين في المية ايه الهداية الحلوة اللي انتي جا تقول لي بيها مبروك دي خمسين في المية خمسين في المية عشان خاطرك مش انا لسه راجعيليك اه لا بس الدنيا احنا في غلل الاقتصاد العالمي كله من شعرنا يعني دي جب دي شكرا خاصة بخمسين في المية نخول المدارس فصل الشتاء وخصوصا البنات الصغيرة فيه كمان على جلسات الترميم افراد كتير فممكن يسألوا عليها عن طريق التليفونات الموجودة او عن طريق الصفحة بتاعتنا هيلاقي برضو في عروض على الترميم للبنات الصغيرة المدارس طيب خلينا برضو نذكر حضراتكم ان كل برو داك تتكلمنا عنه او موجود قدامنا هنا دا كل دي منتجات مصرحة من وزارة الصحة كمان حصلة على شهادة الايزو حضراتكم تقدروا تستفسروا عن كل الاسئلة اللي بتروتكم دلوقتي في دماغكم من خلال الاتصال على الارقام دي اللي موجودة تحت وكمان دي الشهادة او شهادة الايزو اللي حاصل عليها كل منتجات شركة اورجانيكا للكوزماتيكس اوليلي كده لو انا هاختم قبل ما اختم معاكي اوليلي نصيحة كده اخيرة مش في وقت كبير عشان انا معي مونا مونا عايز اتكلمك نصيحة نصيحة خاصة نحن داخلين على الشاتة مش شكل الشعر او مش شكل البشرة بشكل عين اشرب مياه كتير مهمة قوي المياه خالص اطبعا حل ما ارقام واحد اعمل روتين عينية بشعري ما كسلش خالص عشان استقع حل ده مهم قوي لو عندي اشرة ابدأ اعالج الاشرة كويس قوي علشان ابدأ في مرحلة ان انا ادخل بعد كده عالج التساقط بشرتي اهتم بيها كويس جدا لان جفاف الشتة صعب جدا اكتر من السيف لو ما تعالجش تمام ولو سبب عندي خطوط رفيعة في البشرة خلاص انت هتلجائي الحاجات تانية بعد كده طيب احنا معنا مدخلة مين معانا يا ولاد يا مونة مساء العسل ألوه من مونة ايوة السلام عليكم وعليكم السلام وحطلوه بركاته اخبارك يا مونة اهلا ازايك حبيبتي وليلي سامعيك ايوة سامعي با بالنسبة للمنتجات بقى اللي انتو بتتكلموا عليها الجميلة دي منتجات تحفة تحفة جربتها يا مونة جربتها وبعدين ايه حوالي كان جربتها قناة وعندي بناتي واحفادي وهم داخلين المدارس فيسبوع اللي فات فبصراحة نتيجتها تحفة ونتيجتها حلم امينة جدا على الاحفاد يعني يعني حضرتك طبع معانا على الهوى دلوقتي تقولي رأيك من وقع تجربة مع بناتك ومع احفادك ايوة يا حبيبي تقالبي والله يبقى معنا يا حبيبي مجموعة الفرد يا حبيبي ايوة الفرد اه حبيبي اللي هو البروتين الفرد ده بجابت نتيجته حلوة قوي قوي وآمن وبعدين ما بيعملش الرويح الجمدة قوي اللي هي تقذي العين والأطفال مبروك 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 عليكي النتائج الحلوة احنا شايفين ما شاء الله كمان في الفيديوهات نتائج رائعة بسطة جدا بمكالمة حضرتك شرفتيني ونورتيني دكتور نجلاء خطوة عزيزة اه اول مرة تشرفيني في حكايات بنات بس اكيد مش اخر مرة لا ان شاء الله هستناكي ان شاء الله تنوريني تاني لحد هنا للأسف حلقتي وفقرتي الحلوة فيش ختام احلى من كده مفيش ختام احلى من كده مع دكتور نجلاء شرفتيني ونورتيني لحد هنا ادرأقول لحضراتكم بمنتهى الاريحية باي باي يا زبادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة